هل السيد الكاظمي بحاجة لإسناد دولي لمواجهة هذه الأطراف للقيام بأشياء مهمة تجاه هذه الأطراف مع الانسحاب الأمريكي الآن انسحاب التحالف الدولي وأعلان هذا القرار تعتقد الرجل بحاجة إلى إسناد نوعاً ما مثل ما صار إسناد إنه بالعراق ضد تنظيم داعش الإرهابي شوف كل حقبة زمنية إلها متطلباتها الولايات المتحدة الأمريكية هي دائماً المهماز في أي حركة يعني خلي تعرف يعني لو لا الولايات المتحدة أن تسوي الإجماع الدولي سنة 1999 بالكويت ما يحدث هذا الإجماع حتى تكون على العلم وكذلك 2003 وكذلك حرب ضد داعش الوضع مختلف داعش قضية بقدر ما هي قضية محلية وقضية إثبات ذات أصبحت قضية دولية في حينها يعني خطرها صار دولي وصلت إلى يعني عقر القارة الأوروبية وإلى الولايات المتحدة وخطرها دولي الموضوع حالياً لا موضوع تقريباً محدود لكن يعني النوع الإسناد أكو إسناد دبلوماسي أكو إسناد اقتصادي أكو إسناد استشارة وأمور كثيرة يعني عوامل شوف سيد أحمد يعني كل مرحلة إلى قيمتها إذا ذكرك سنة 1991 نعم الرئيس جورج بوش الأب قدر أن ينقذ غروبات شوف عندما احتجز في القرم هو قيادته ويغير مجرى التاريخ كانت الولايات المتحدة في قمة قوتها حالياً الولايات المتحدة اهتماماتها مختلفة نعم الانتخابات نعم كورونا طبيعة النظام طبيعة النظام يعني قوة الإسناد الحقيقية والتي تمتلك القوة النارية الحقيقية والقوة هي الولايات المتحدة هذا ما خلاف والجماعة الجمع بالحكم لو لو الولايات المتحدة ما يجون طيب لكن سألتني هل إنه الإسناد نعم ممكن إسناد دولي يعني دبلوماسي واقتصادي من خلال أمم المتحدة ومجلس الأمين ومن خلال يعني أكو ترى يعني الدبلوماسية البارعة من تليل تشتغل أكو أكو كثير من المباضع اللي ممكن تحريكها ترجمة نانسي قنقر